موسيقى مجزو الأنباء من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم في المستهل لواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه على قطاع غزة لليوم السابع على التوالي حيث استشهد فجر الجمعة مئة مواطن على الأقل غالبيتهم أطفال ونساء كما أصيب المئة جراء غارة صهيونية استهدفت مشارف حي التفاح وجباليا وحي الشجاعية فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الصهيوني الشاملي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية إلى ألف وثمانمائة وثلاثة واربعين شهيدا وسبعة ألاف ومائة وثمانية وثلاثين مصابة وأوضحت الوزارة في بيان أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى ألف وسبعمائة وتسعة وستين شهيدا وستة ألاف وثلاثمائة وثمانية وثمانين مصابا وأربعة وأربعين شهيدا في الضفة الغربية وأكثر من سبعمائة مصاب أعلنت وسائل إعلام عبرية أن عدد قتل الاحتلال منذ بدء عملية طفان الأقصى التي نفذتها المقاومة في غلاف غزة قد بلغ ألفا وخمسمائة شخص بين مجند ومستوطن فيما ارتفعت حصيلة الجرحى إلى ثلاثة ألف وأربعمائة وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل مائتين وثمانية وخمسين جنديا على الأقل منذ بدء عملية طفان الأقصى بدورها أفادت القناة الثانية عشرة العبرية الجمعة بالعطور على ثلاثين جثة لأفراد من جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة بئيري بغلاف غزة فيما أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال أن مائة وعشرين عائلة صهيونية أبلغت عن خطف أبنائها تبنت اللجنة الأممية الرابعة قرارا جديدا إضافة إلى ذلك المتعلق بالإطار القانوني للقضية الصحراوية ويتعلق القرار الجديد بالأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر في مصالح شعوب الأقاليم غير المحكومة ذاتيا حيث عادت فيه التأكيد أن أي نشاط اقتصادي أو نشاط آخر يؤثر تأثيرا سلبيا على مصالح شعوب تلك الأقاليم وعلى ممارسة حقها في تقرير المصير كما دعت اللجنة الأممية الرابعة جميع الحكومات ومؤسسات الأمم المتحدة إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان الاحترام التام لسيادة الدائمة لشعوب الأقاليم غير المحكومة ذاتيا على مواردها الطبيعية وصونها بالكامل وفقا لما يتصل بالموضوع من قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاستعمار هذا وقال الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي إن القضية الصحراوية تشهد تحديات كبيرة خلال الفترة الأخيرة غالي وفي كلمته خلال إشرافي على الاحتفالات المخلدة للذكرى الثامنة والأربعين للوحدة الوطنية بولاية أسرد أشار إلى أن الأمر لا يقتصر على التطور الأبرز وهو استئناف الكفاح المسلح ولكن أيضا حجم المؤامرات والتحالفات المشبوهة مع قوى الشر والطغيان التي لجأت إليها دولة الاحتلال المغربي وفق وصفه أصفرت ضربات جوية نفذها الجيش في نيجيريا الثلاثاء عن مقتل حوالي 100 شخص من عناصر مجموعات مسلحة يعتبرها أو تعتبر من قطاع طرق في شمال غرب نيجيريا كما أفد مسؤولان عسكريان وقال ضابط في الجيش مشارك في العملية لوكالة فرانس برس إن الطائرات المقاتلة نفذت غارات جوية على قطاع الطرق مؤكدا أن أكثر من 100 شخص قتلوا وحوالي الضعف ذلك أصيبوا بجروح وصرح متحدث باسم الجيش للصحفيين في أبوجة أنه تم اعتقال 114 شخصا آخرين وإنقاذ 49 شخصا من ضحايا الاختطاف انتهى الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة